الزبيدة صروت الفنانة الجميلة صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية وليه لقبت بأجمل عيون لأن كانت عينيها ملونة كان شكلها جميل جدا خطف الزبيدة صروت الأنظار في اللحظة الأولى لظهورها على الشاشة بجمالها السحر وتمثيلها الواقع التابع من القلب فضلا عن حصدها العديد من الألقاب فازت بملكة جمال الشرق في مسابقة مجلة الجبل وبعدها دخلت في عالم التمثيل فغير حياتها اعتنقت الفن بعد نشر صورها على غلاف المجلة زي ما قلت لكم في مجلة الكواكب بأجمل عشر وجوه لها تمتلكوه في ملامح رقيقة ذات جمال أخذها يعني العالم التمثيل تنتمي زبيدة صروت لعائلة العائلة المالكة بحسب تصريحاتها وهو السر الذي حرص والدها على إخفاؤه فم قامت صورة 1952 في جدتها هي الأميرة زبيدة ابنة السلطان حسين كامل وخرج والدها على المعاش في سن 40 عام والسبب ده في معارضة أهلها أن هي تدخل في عالم التمثيل اشتهرت زبيدة صروت بتعدد زيجاتها في الوسط الفني هي اتجوزت خمس مرات فكانت المرة الأولى في العشرين من عمرها اتجوزت من إيهاب الغزاوي وكان زابط في البحرية المصرية لكن سرعان ما نفصل عنها دون أن تنجب أبناء تزوجت بعدها من المنتج السوري صبحي فرحات وهو والد بناتها الأربعة ريم ورشا ومهى وقسمت وبعد انفصل عنه تزوجت من المهندس ولأ إسماعيل ثم الفنان عمر ناجي وكان آخر زيجاتها من الكوافير اللبناني نعيم والمعلومة اللي احنا عرفناها أن والدها سبب رفض والدها للزواج من عبد الحليم اتقال أن عبد الحليم تقدم لها وما كانتش هي تعرف أنه هو تقدم له كان عايز يعمل لها مفاجأة لكن كان والدها رفض وطبعا وقال أنه هو مش منتمي يعني العائلة عريقة وأنه هو مش هيجوز بنتها لمغني أو مطرب وهي ما تعرفش أنه هو كانت تقدم له يكاد بتحبه لكنه ما تعرفش أنه تقدم له إلا بعد ما تجوزت الزيجة التانية وكشفت عن مطاردة لعب الكرة البرازيلي لها وطلب الزواج منها بعدها التقت به في الكويت أثناء حضراء إحدى المناسبات وحينها خلع طوق الورد الذي كان يرتديه وأعطاه له وقالت اعترفت في حوار قديم أنها لها أنها لم تشعر بالحب في حياتها من قبل بالرغم من تعدي زيجتها وحتى وفاتها فازت فارقة الحياة عن عمر 13 من ديسمبر 2016 عن عمر 76 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان فقد أصيبت بسرطان السديو بسبب شراغتها في التدخين وأصيبت أيضا بسرطان الرئة وكانت تلتق العلاج في الفحوصات والأشعات ده كانت قصة حياة الفنانة زبيدة صروت طبعا عارفين أن هي قدمت العديد من الأفلام منها مسلته مع عبد الحليم حافظ وكان عبد الحليم فتأ أحلام أي فتاة أيامها كان متقلقا مشهور كان معروف بالأغاني الرومانسية كان معروف بأغانيه الجميلة جدا كتير من البنات كانت بتحبه كتير من الموصلات والمغنيات كانت بتحبه هو اعترف أنه هو اتقدم لزبيدة صروت لكن هي ما كانتش تعرف وتفاجأت أن باباها رفضه بعد ما كانت جوزت مسلت برضو مع الفنان كمال الشناوي مسلت مع نخبة كبيرة من الموصلين مسلت مع عمر الشريف في فيلم في بيتنا رجل وكان فيلم رائع جدا وكانت هي لصة صغيرة كان فيلم جميل جدا مسلت كتير وأفلامها كانت كتير جدا كانت المنتجين والموصلين بيحبوا ياخدوها معاهم نظرا لأن هي كانت جميلة جدا كانت عينها ملونة عشان كده لقبت بقطة السينما المصري لأنها كانت بتشبه القطط البيضة بيضها جميل وعينها الملونة غير أداءها كان طبيعي جدا كانت تمثيلها يميل للحقيقة دي كانت نبذة بسيطة عن فنانة زبيدة صاروا تقدي إيه إحنا حبناها ولسه الحد الآن لو نزاع أي فيلم من مسلته سواء ما عبد الحليم أو كمال الشناوي أو عمر الشريف أو أحمد رمزي هي مسلت كتير حبناها كلنا ونحب نتفرج على أفلامها مسلت برضو مع سعاد حسني مسلت مع رشدي أبازة مسلت مع أيامها كان نخبة الممثلين والمشاهير هي كانت بتتصدر كلهم وتمثل معاهم واشتهرت وازالت شهرتها مع تمثيلها تمثيلها مع كبار من الفنانين أتمنى يا رب أن الفيديو السريع عن الفنانة الراحلة زبيدة صروت يكون عجبكم إن دخلتوا معايا في الفيديو ما تنسوش تصالوا على النبي اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسونش بتعليق جميل منكم ما تنسونش بكلمة تشجعني على إن أنا حاول أقدم فيديوهات بلاش التعليقات السلبية لو حد عنده رأي ممكن يقوله بطريقة مهزبة وطريقة كويسة أشوفكم على خير يا رب فيديو جديد مع أخبار عالم الفني والمشاهير في الان انتظر الفيديو الجاي إن شاء الله يكون عن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وعدد من زوجاته هو تجوز ولا لا كان قصة حب في حياته وإيه القصة الوحيدة اللي كانت في حياة عبد الحليم أثرت فيه لحد وفاته أشوفكم على خير يا رب فيديو جديد في رعاية اللي وحفظ اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة